اشتركوا في القناة 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 لكن ايضا بآراء وخراجات ومواقف مثيرة لانتباه والجدد نحيطك علما ايضا سنجيب بانك روفيل مثير للكثير من تساؤلات من جي تي كيف شوصلتش نكدر بالضبط وعليش حضورك الساحة المغربية اقل بكثير من حجمك العلمي والمعرفي نحيطك علما كذلك سنجيب بان القضايا اللي كتكلم فيها من منطلق او منطلق علمي بحث كثيرا ما تضعك في استضام مع اصحاب النظريات العلمية على اساس ديني ونحيطك علما ايضا سنجيب بانك معت متواضع اكتر من القياس سبع المرات واشكت حق الرأسات نشوفوش علما دي الخبيزة والرايب ديرين فيها حالة في المغرب والسنجيب راجع للور ما عرفنا شي علاج هاتش علاج نتابعنا اليوم سنجيب باش تفسر ما يحتاجه الى تفسير تشرح ما يحتاجه الى شرح وتنورنا فيما نحتاجه فيه الى تنوره وهو كثير على كل حال وتدافع عن نفسك في حالة ما كانت هناك من تهمة او تهم توجه اليك هاتش كله مع كلمة شكر كبيرة جدا حي تشرفتنا هذا النهار وقبل علينا كيف قلنا لك سنجيب المختار مستعد معنا هاتش كله مع التزام بالله هاتش استندغ عندي الله غالب اولا لا لي رفض الجواب ثانيا لا لي طلب الشهود والا الدفاع ثالثا تليلوات الخشب تفقين سنجيب تفقين الشبع علمي عندك واسع واسع وعلمي ووسع وعلمي ووسع اقسم ونقول الحق ولا شيء غير الحق سنجيب مختاري اقسم ونقول الحق ولا شيء غير الحق اذا نفتحوا المحضر نبدأوا بتحقق من هوية الشاهد دينا نجيب المختاري بن محمد وبن السؤال لك تسنوبزة بغينا نعرفوا اسمية الوالدة عنها لك تسنوبزة فاضيلا بن فاضيلا ما حال في عمركز دي نجيب ما هو ثلاثين سنة سبعة وثلاثين سنة فين زديتي مدينة تنجو مدينة تنجو فين ساكن في الريباط في الريباط استقرأتي في المغرب حاليا ولا شنو بدأت لين المسألة فيها بزرخ دي الأخذ والرد واش نجيب في المغرب حاليا ولا غدايز هل مستقر موجود في المغرب مستقر فينو هادي باش تستقرزي في المغرب دولا؟ هادي أربع سنين تقريبا أربع سنين مع أصفار ديال الخدمة ولكن غالبا أغلب الوقت ديالي كندوزه في المغرب حيث أغلب الوقت في المغرب عشتي في أستراليا في الهند إيرلندا في فرانسا سبانيا توركيا سعودية بحالك بحال شي ما عالوش سافير واش واش وزارتي أكثر من 30 دولة في إطار العمل 40 دولة 40 دولة في إطار العمل وكذلك سياحة يعني 40 دولة هو العدد ديال الدول اللي زرتها اللي زرتها أخذتي شي جنسية من غير المغربية؟ هاكين الجنسية الفرنسية الجنسية الفرنسية أعلمش خذتيها إذا كان ممكن؟ السبب الأول هو تسهيل يلا الأصفار يعني باش سافر 40 دولة را ممكنش تديرها بالباسبور المغربي ما زال عاقل على التجربة ديالي جو ديالتجاري باللولة أول مرة مشيت الامريكان بالباسبور المغربي وكاني يلا شي بعد بضع سنوات بعد حدث حدث شويتنبير رأى ساعة ونوش فأنا مسكن في كل التخشيبة ديالهم شكو فيه كل جنسية ايوه أخويا خفصوا الاتهام ديالهم من ديال الأمريكان الله أكبر واحد المرة أخرى وثاني في نوبيل نيوزيلاندا شافني بحالك الباسبور وما عادوك عندهم القشاة كيد حكو شوي قشبو شوي قلي واش دو يو كاري حاشيش بايب واش عندك شي تبسي جانك سمسلي الله 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 ده باب بالجاوز الفرنسي يعني كتسافر بكل سهولة بكل هدو ولكن داخلك كتحسب راسك مغربي أكبر أكيد أكيد ما كنتش عارجع المغربي إلا ما كنتك سافر في مغربي أكبر يبعدين رجعو للمساعدين رجوعكم المغرب ولكن مستردين نسويلوا لحالة العائلية أعزب أعزب هنا فين غنوح المستوى الأكاديمي يا نجيب المختاري انا مهندس دولة من 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 المغربي كتلك خيبة في المغربي لأقسام تحدريه لمدارس المهندسين وممبعد أدرت المهندس في المدرسة المهندسات في المدرسة المهندسات في الخاصة ممتاز المسألة الأكاديمية للك فين بدا نجيب؟ في المغربي قريتي، في مدرسة العمومية؟ اه اي في خرطانجا، لا 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 مدرسة العمومية في قربي أدادية بن بطوتة في خرطانجا ومن بعد سيانس ماط في عدد أداء بالخاطب ومن بعد سيانس ماط في��.. ثانوية بالخاطب ثانوية مولي ويوسف ديرت سيانس ماط في بي اللي كان فيها السنية هذف لطنجة في هذه الأسبان كان المسار ديال الوحيد اللي مزيد للماتور الفيزيك يبقى الت hobby ديال اللي يمشون هذة لشعباء وليه هو وإلى آخر فانت تحتنا نهذ المسار هذا وبعد ما ديال سيانس ماط في كسيمون في الليسي مولي يوسف يمشي للشعب المدارسة الحضرية ومنقدر السنة الأولى للمدارسة الحضرية في طنجا ومن بعد في الأخرٍ سنة الأولى اللي كتسمى متوب يأخذوا للأوائل الماتوب للسنة الأولى ويجعلون القسم خاص اللي كتسمى MP1 وأنا إذا ماشيت في السنة الثانية للقسم لتنويات محمد الخامس اللي هي هنا في الدار البيضة وهذا القسم هذا اللي كان يجمع الأوائل المغرب رياضية والفيزيائية من بعد أن تنشي فرنسا فرنسا تماما يعني دوس المباريات للولوج للمدارس المهندسين الفرنسية اللي فيها بولي تكنيك سنترال والمدارس الأخرى ديالجروب مينبون واخذيت واتقبلت وحدة من هاد المدارس طيب سي نجيب اللي كي سمع هاد المسار طيب كين بزاف دي المغربة كي عرفوك ولكن حدد كبير ويمكن الأغلبية ما كتعرفش واحد للتروفيل المغربي اسميته نجيب المختاري ويمكن غايتفاجأوا من اللي واحد بمستوى ديالك الأصل ديالو المدرسة المغربية اللي كل شي كيتشكا منها في هاد المرحلة واش المدرسة المغربية الصدفة تعطيب حال نجيب مختاري ولا حيت نجيب مختاري استثناء وكان عندو دورو في ممكن أخرى أسرية وللي بالطبيعة عطاتو شي حاجة خارقة للعالم أوكي أول حاجة اللي تتوضح هي أنه استثناء يمكن ولكن مشي استثناء يعني فردي يعني مشي الوحيد اللي مشيت مثلا للمدارس الكبرى في فرنسا راكي مشوت قريبا نحنا في في السنة الثانية ديالي في الأقسم تحدري يقضوا واحد خمسين ديال الناس اللي كانوا هما الأوائل ديال هاد الدفعة كانوا نعطاهم واحد المنحة باش مشي نقرنا في فرنسا يعني أنا لس وحيدا كان بزاف ديال الناس اللي هما داروا مصارات اللي جميلة جدا المشكلة هو الفرق يمكن هو أن الأغلبية الصحقة من هاد البروفيل هادو كيبقوا في القارج فعدوا عدة طرم ما كيرجعوا شي وما كيبانوش يمكن كيبقوا بلخمتهم ورجعوا اللور فمثلا أنا باش رجعت ندرت محتويات يوتيوب وفيسبوك باش نقولي كنهضر بهذه اللغة الدارجة را خداري واحد لوقت قويل يعني أنا عدت تكوين ديالي منطلاقا من باش مشيت فرنسا كان بالفرنسية ومبعدت تقلب كل شي بالإنجليزية ففي الأول كان عندي بلوكاج ما نقدرش نهضر معك هاد الحوار اللي كندير معك دباب الدارجة ما كانش ممكن فكندول الأغلبية ديال البروفيل بحالك ديالي جا كان أصلا واحد العائق ديالي هو اللغة فغاي يهضروا معك بالفرنسية ولا بالإنجليزية ولكن باش كدير وبالتالي ما كيوصلوش لبزاف دين بس طيب نكملو التحقق وخملوية المي هنا سي نجيب باش كدير؟ أنا مستشار في تقنيات المعلومات ويمكن انت صدفتيني كذلك بصفات صانع محتوى في اليوتيوب هاد الصفة الأولى شنو كتقصد بيها بالضبط باش الناس والمستمعين والمشاهدين والمتابعين شنو كيدير نجيب المختاري بالدرسة؟ ووحا الخدمة ديال أنا مهندس يعني قررت الهندسة ديالأنظمة المعلومات كين فرق بين المهندس وكين تقوير يعني الهندسة يعني أكثر حاجة مدرسة ديال المهندسين ديالت فرنسا هي كيفية تحليل ولا الدراسة ولا تصميم ديالأنظمة المعلومات ولا تفكير ديالتفكير ديالتحليلي فأنا كندير كذلك تقوير ولكن التكوين ديالي ديالالهندسة واحد حاجة اللي زرعها فيها هي محاولة تحل المشاكل اللي تقدر تكون تقنية ولكن غالباً تكون واحد المشكل كتحاول كتمشي تحلوك سواء كان في المجتمع مجتمع ولا مشكل تقني من هذا من أنواع مختلفة نعم فالخدمة ديال المستشار هي واحدة كيكونوا شركات ديال الخدمات التشارية معروفة بعض منهم بدون من أسماء مثلا ماكينزي أنا خدمت شركة سميتا أكسنتر اللي هي شنو الفكرة ديالها هي أن هاد الشركات كيكونوا عندهم خبراء في مجموعة من المجالات وكيجيوا لشركات اللي مصطنعة مثلا أبناك ولا شركات ديالتصال أو حتى حكومات وكيطلبوا الخدمات من هاد الشركات الاستشارية بشي موادع اللي هي جديدة على ديك ديك شركات في صالات وفي هذا الإطار السينجيب كنت عندك مجموعة من المشاريع اللي خدمت عليها أنا عارف كتحشمشي شوية ما كدوش تكلم عنها رأسك بزاف لكن في الهند وفي أمريكان وفي هولندا وفي السعودية وزيد وزيد اليوم هنريد تكلم لي على شنو أهم المشاريع اللي خدم عليها نجيب المختاري واللي غد فاجأ بزاف ديالناس في المحصر ديالي في الخدمات الاستشارية مع هاد الشركة اللي قلت لك كان وجوج ديال الأجزاء يمكن اللول هو الخدمات ديالتقنيات اللي حول الموبايل يعني الهاتف النقال خدمت أنا في أيامات الفين وخمسة عالفين وستعلى التقنية ديال الهاتف بدون لمس يعني التليفون ديالي كتقيسه في واحد القارئ بلما تطبيوه لكتقيس التليفون وكتسعمل واحد الأداء كتتخلص باش في خدمة هذا يخص نقولولي تسليم سعيلي في أمات يعني أنا كنت في مركز ديال البحث الثواري يعني كنا نخدمه على تكنولوجيا اللي مازال ما وصلت للسوق داب اليوم كي نفعل لنا التكنولوجيا ففرحان بليك شوفت يعني واحدة تكنولوجيا اللي خدمت علي فاديك زمان اللي كي ندابة ديجا في السوق اكتما مثلا يعني اشتغلت مثلا على الاداء بالتليفون في المترو في واحد مشروع كان في هولندا في أمستردام أنه كتشارجي مثلا داب الترام هذا اللي كان في الرباط والفضل بيدا كتشارجي انت اللي تيكي ديال المترو في التليفون كتخلص بالتليفون أو كتمشي لتي بورن من بورن وكتقس التليفون وكتشارجه لك خمسة ديال تيكي في التليفون وبعد كتمشي باش تدخل الترام في الرباط وكتخلص بالتليفون وكتخلص بالتليفون وكتدخلص بالتليفون هاتشي كله دار نجيل مختاروف في الهند اش درسي السنة؟ هادي الهند اللي صعبة عندنا هادي الهند 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 ما دخشتغلت على تقنية ديال التعرف الاستماعات الحيوية ولا البيومتر اللي هو واحد المجال اللي كتلك مثلا تعرف الأشخاص باستعمال البصمة ديال الأصبوع أو البصمة ديال العين القزحية العين أو الوجه فكناك نشتغل كتير مع الحكومات وكذلك ما تشغل الحكومات حتى بعض الأبناء وبعض المؤسسات الخاصة واخدمت بزاف مع الحكومات يعني كان الحكومة ديال الهند كنت أحد الأعضاء أحد اللي زخشي تكت والمهندسين اللي صموه وأجزاء من نظام ديال التعرف على البصمة فالنظام البطاقة الوطنية اللي بغن نسميها ديال الهند ديال الهند يعني إذا إن شاء الله سي واحد ولا وحدة فيكم إن شاء الله الحجر للأمرة إن شاء الله إذا طلبوا لكم البصمات في البلد ديالكم الأصلي قلوا لأفناك كان عارفوا ناجيب شخصياً نحن ذلك ولا البصمة إذا دخلتوا البصمة مقدمش سيستام عارفوا لأفو ديال ديفوا فيها هاتش يقول له السي ناجيب وغتجيني للصراحة للصراحة ما رقيتش بلاستك في المغرب شحال هادي ولا أنت ما كنتش باغي ولا في المغرب صعيب كنت تصنع ما صار علمي بحل اللي وصلت إلي على الخارج فعلاً في الخارج كانت تكون محاطة بالناس اللي هما فعلاً على باقرة ويجرك للفوق هذا هو الشركة اللي خدمت فيها يعني باش كنت في الفارق في نيس في فرنسا معد أكسنتور كان فارق ديال يعني الناس اللي هما عندهم الأقدم يعلك يديروا الماء إلى بيه أي حاجة باش يحاولوا يجرك يعلموك ويدفعوك للقدام فالبروجيت ديال اللي هند مثلاً كنا قلسين في طاولة واحدة مع الناس اللي صمموا يعني الناس اللي كيييكونوا امتميزين يعني كي بغيوا يمشيون هذا المصار هذا لأنه في هذا القضية اللي وقيت في المغرب أنت هتوصل لهذا الشي ناجيب مخاري ما عرفتش أنا مخدمتش في شركة يعني مؤسسة هكا في المغرب من الأصداء اللي عندي يعني كنظن شركة في الخارج في أمريكا أو في الدول ثقافة ديال العامل من هاد النحية اللي قلت لك يعني النحية ديال الدفع للموظف أولا هذيك الأعساب أتكلمت لنا مثلا على المشتروع ديالك في الهند والمغرب ده باقي وجد ما يسمى السجيل الاجتماعي الموحد وكينش في ديال الاستئناس بالتجاريب الدولية وليهند يمكن نموذج متروح ما تلبوش منك خبرة في المغرب أنه تعاونهم هاد المسألة هدي لا ما توصلت بشي لا ما عارفينك شو وقي لنا بلي بعد المرة ما عارفينش بيالنا والمغرب فيه ناجيب المختاري يمكننا ما تصل بك حد ما قال لك شي حاجاما مع مرشي هي أحكومية ولا خاصة عرضت على ناجيب المختاري يخدم معها ما عارفش بطريقها ما تستفيد من الخبرة دياله لا لا ولكن في نفس الوقت أنا ما مشيت يعني بخواكتي بمون لعنده ناس قلبت عليهم ماش نقول لما نوخص ومقل وعليك السبب بسيط لأنه إلا كنت تخطنت مثلا في مشروع بحالك كي يخد لك محل ميساحة كبيرة من الوقت وأنا في هذا البريود هذي قررت أني نخصت محل ميساحة كبيرة من الوقتي لنشرع الأخول ديال العلوم ديال المجتمع يعني إفادة ناس عشتي سنوات في الخارج أكثر من 40 دول زرت فيها دول اللي مشيت خدمتي فيها قررت ترجع للمغرب ماشي من الناس من الشباب اللي يقول لك يكلمات هالأخر فيكم يطفل ضوز يقول لك ناجيب ماش نرجع للمغرب بدها الكاس ناسي يشاهدوا في اليوتيوب بدها الكاس دياله تيب مكينة في المغرب ما كيلقاش معدي كمش في أستراليا تشي مقيلة ديال شي أوملات وقيلة هذيك 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 هل يرجعك في إعلانك؟ هل ستساءل بروفيل بحالك؟ ممكن يخدم في أكبر الشركة العالمية ورجعتي كنشوفك الدرب مقيلهم لذيش اللعب مغرب ورجع عليك وضع زن ووهبز يمكن يمكن مهم إلا بريتي ما عارتوش عن ناقشو هذا الموضوع من بعد ولكن أنا إلا بريتي تقول هاللو باركور اللي ادرت دموان اليوم اليوم تقريباً ولا مستحيل أنا ودر لأنا واحد مثلاً من فابقة متوسطة في المغرب مهم وفي المدرسة العمومية يمكن وهذا باش يمشي علاش موصلت أنا لهذا الباركور حيتاش كانوا دي بوغس قبل وكانوا المدارس دي المهندسين في فرنسا معنوش تقريباً تكاليف كانت تكاليف غير هذي السنوات المؤخراً المدارس الكبرى في فرنسا دي المهندسين عداروش تكاليف خيالية أنا نوضح تصدع كبير في فرنسا أما لابوغس أخلاص لابوغس أصلاً المغرب لا تحلين جباً لابوغس ما كانش المغرب أصلاً كي خلص لابق ديالو كانت واحد لابق ديالو كانوا كي خلصوها لكن هذا المصر هذا اليوم صعب بزاف أنك تديره أنك تديره فأنا من عائلة متوسطة كان بغير المغرب ديالي فوحد اللحظة يمكن كذلك من الحس المهندس أنه يريد أن يحل المشاكل فبنلي هذه المشكلة وليه الفرع اللي كان في المغرب ديال أو التواصل ما بين واحد العالم اللي هو العلوم وما بين المجتمع بني واحد الفرع اللي هو راهيب فيه فقلت نحاول ندير واحد المساهمة في هذا المجال ولكن غد يكون طموح مشروع أنه قلت بروفيل بحالك يكون حاضر في الساحة المغربية لعليش غايب ما حاضرش بشكل مشكل كبير أنك نشوفو نصف علماء ولا ربع عالم كتلقاف الندوات وكتلقاف الهيئات ديال الخبرات وكتلقاه مستشار هنا ومستشار هنا نجيبه وش طبعه هو اللي خلاه إنه يقام حيط الحيط أو لا إن البلاد ما كتعطيش الدماديج بحالة طرحة لا أعرف النهار فعي 24 ساعة فممكن لديك الكثير من المقدار للحاجات التي تقدرونها في النهار ديجا يعني الخدمة ديالي في أنظمة المعلومات يعني في السيستام زائد الخدمة ديالي اللي تشوف في يوتيوب وفي الفيسبوك زائد المحاضرات فعلا يعرضوا عليها العديد من الجامعة كنت في الأخوين لليمين محمدية مزاف ديال المدارس المدارس المدارسين عرضوا عليها جميع مرات وفي هذه جميع المرات الغاوة حيث كان عندهم إضراب ما عندك إضراب مدارسين مازال مكتبت ولكن العدد من المدارس والجامعات في المغرب فعلا كان يستخدموني وكان نمشي كان نهضر على الفلاك وعلى الكون ومن دمتش رجعت إلى المغرب نجيل؟ لحد الآن لا الله يحضر السلام الله يحضر السلام طيب نجيل وانت مسترجعتي المغرب أو حتى من قبل من عادة الناس اللي كتكون عندهم واحد القدر من المعارفة على الأقل كيف تعودنا هو أنهم كي يشوفوا المجتمع من من الفوق هذه المرة تكن شو ديالتها عند بعض النماذج ولكن تقدرتي اختيار آخر له كتحاول تشرح العلوم بالدرجة المغرب يعني القناة على اليوتيوب وكل مرة موضوع قبل ما ندخله في تفاصيل يعني لش الدرجة بالضبط نجيب المختاري وخلع علماء عادة انك يعجبوهم يضرب ذلك اللغاج ديالهم العلمي اللي كيف يفهمو وغير مع بعض ديتهم انت قدرتي استثناء كتدر بالدرجة المغربية باش تشرح مواضيع اللي ماشيها معقدة فوق التحقيق وخلع عمدة لش أصبح نحن نضرب الدرجة تقريبا نفس السؤال باش الناس يفهمو باش الناس اللي كيسمع البرنامج ديالك يفهمو لك انتك تجيب الناس تقولهم يجب عليك أن تتكلم بلغة الخشبة كنظن يعني ما غا تعاني ثلاثة الاربع ديال لغاي لغا الدرجة هاللغة اللي كنتخلقوا بها اللي كنتعلموها من الصغور هاللغة اللي كنتعلمه بها البيستيكليات هاللغة اللي كنتعلموا بها العمان وفي الناس اللي كلي على البحر انت ما شين بالبحر ما نتعلم تينتب ذلك لا تقلمتها حرمية هاي هي اللغة الفكرة هي ان العلوم رغائكين حواجز اطفيا باش قولتين انت العلوم ما سائل هذا خطير غير الخلع عوصف. حيث عادة اللي كنقوله العلوم كنقوله الفرنسية كنقوله الإنجليزية. ده بكين نقاش في المغرب على واش نقرره باللغة العربية أو اللغة أخرى. انت بينتي بأنه ممكن بالدارجة تفهم العلوم. لا بلات كان جوزي الحاجة. كان تبسيط العلوم أو الانترفاس أو الواسطة ما بين العلم وما بين المجتمع. هذا واحد المتي بوحده. والتدريس بوحده. والدراسة اللي هي دراسة بشكل أكاديمي مثلاً. أو البحث العلمي أو دراسة بالمستوى ديال التانوي مثلاً. مش غدر معادلات رياضية. هذا شيء آخر. علش؟ الدراسة الأكاديمية والبحث العلمي يحتاج الواحد العداد من المصطلحات والكلمات اللي الدارجة ما عندهاش اليوم. فإما في الوقت تدريد البحث العلمي بالدارجة. رغب واحدة روينة كبيرة تدريد واحدة الهيئات الدارجة للعلوم. فوقس تلك الهيئات تكون كالتابعة. ويكون صعيبة حالياً. ما ديكون صعيبة حالياً. وباللغة العربية ممكن تمتبعت النقاش؟ نفس الدارجة كذلك. إذا بغينا البحث العلمي باللغة العربية الفصحة. نفس الشيء وهذا من المشاكل أو المآذق اللي كتبت. يعني لو كنا نجيب المختار في مركز القرار. أو جاء وزير التعليم مستشرة بعقل لك. في موضوع تدريس المواد العلمية. ما هو الاستشارة اللي تعطيه؟ أول وأهم حاجة. أولاً، واحد الحاجة اللي كتحزنني بزّاب نجيب تعد الموضوع هذا. وهو أنه يجب الابتعاد عن أدلاجة التدريس الوليدة دينا. يعني نحيده ما أمكن. يعني كان واحد النوع دي الاحتكاك ما بين واحد الجهة. اللي هي الإديولوجيا واللي هي نوعاً ما في واحد النوع دي الدرمائية. والجهة الأخرى اللي هي واش بغينا الخير للدراري دينا. فأنا نحاول ما أمكن. ندفع الجهة الثانية اللي هي نقلس واحد الجليسة. ونفكره في المستقبل ديال هاد البلاد. مستقبل ديال الوليدات. ونقوموا بدراسات. لأن السؤال ديال واش تعليم بالعربية واللي بالفرنسية. ما تكون فيهم اللي حسن هو سؤال علمي. اللي بكل بساطة ممكن. ما عرفش أنها تشعلش مادة الدرجة في المغرب. يمكن مئة مدرسة كيقرأوا بالعربية ومئة مدرسة كيقرأوا بالفرنسية. وتقارن ولكن تقارن الأستاذ اللي عندهم نفس المستوى. ليس تجيب لي واحد كيقرر بالفرنسية. أستاذ دراسة الخرواعر كي عارف شرح. وتقارنه مع أستاذ بالعربية. ليس تجيب لي أستاذة من نفس العيار. وتقارن فقط بالاختلاف. فأيكون فقط اللغة ديالتدري. وتقارن النتائج وتشوف. أنا منصدم أن هذا البحث لا تدرش في المغرب يجب أن نطلقه من أساس علمي لكي نوصله إلى نتيجة هذا هوية هذا هوية جزء من هذا النقاش فعلا ولكن يجب أن يكون على المنسبة للي أعطيه الوزن كبير لفهم الظاهر نجيل مختاري من الناس الذين تكلموا بثاف تعليم يعني هذا المسألة للغاية للتدريس هذا الجوز لكن كنشفت لكم الفيديو هذي لك 40 خاطرة على مدرسة وعلى تعليم يمكن هذي يكون عندك نوع من الدراية وقدر نسولك من باب أنه نستفده جميعا ما شنو مشكلتنا في التعليم في المغرب السيناجي؟ نتقول للمدرسة العمومية ومشيتي وش في تجارب أخرى ما شنو مشكلتنا إذا بغنا نديره تشخيص هذيك الفيديو لن نرى أربعين أربعين مشكلة أربعين مشكلة أعطينا شي باركة الحلوة السيناجي فا بورلا رحمة ليدك الفيديو كانت من هذه سنتين والموتير هو أن البنك الدولي خرج واحد في نهاية 2018 يعني تقرير ما زال سخون ديسمبر 2018 باش قريتو يعني سا غوبخي يعني كان بالعدد من هذيك ربعين المشاكل كانوا تقريبا كاملين في هذيك البحث وهو بحث وديونت حد ما شوفت وسائل الإعلام هذروع عليه ولكن كباللكش في الديبع مثلا في البرلمان ما سمعتش أن هذا الرابور هذي يتناقش يتكون واحد الكوميتي وحد اللجنة يتناقش هذا الرابور هذي يا مرأة البنك الدولي قليلا مشاكل هذه اللي كتسمي أنتها ولكنكم تحبونها أيوة البنك الدولي لا لا لكن البنك الدولي يعتمد على دراسة ميدانية أنا أعتقد إحساس بديك الفيديو أعتقد تسميتها خواطر كان إحساس ديالي من الحاجات اللي كنشوف ألو بس نجابك على السؤال ديالك المشاكل هي عادية في ناحية العلوم لأنها هي اللي كنهتم بها أكثر ما يمكن كان المشكل ديال الحفظ وليس الفهم مشكل كبير هذا وكان في هذا الرابور اللي كان أضر لك على واحد البارتية كاملة وينساكس انشاب بيترعلا على حفظ العلوم في المدرسة واحد العدد اللي هو راهي بواحد الشيفخ الكاسيدي 48% من التلاميذ ديال سنة تامنا سنة تانية إعدادي في المقريب كي يطلبوا منهم أنهم يحفظوا العلوم في كل درس أو تقريبا كل درس في الإقراوة هذي ميمكنش لا ميمكنش يعني الدول مثلا السويدة أو نويزيلاندا كتلقى أرقام في جواه هذي تتعد في المياه عشرة نحنها تقريبا 50% فكتحفظ يعني مثلا في التجارب العلمية كتتحفظون في المدرسة ما عندي حتى شي معنى أنك تحفظ تجاربه علمية وانتا مع عمرك ما شتيها فكيقول لك نضعوا ورق بيقاش وخواق بورق بيقاش يمكن رابك يدد نضعوا ورق بيقاش في المحلول فيتحولوا لونه إلى الأزرق والولد ما عمره ما شاف ديك ورق بيقاش في حياته فيما عمره سيشوفه في حياته فش نستفد هو من هذا أنه يحفظ تجارب فالعلم سيتدرس عن طريق أنك تشوف ديك التجاربه باش كتفهمها وكذلك أنك تخلق واحد الرابط ما بين ديك شي اللي كتتقرى في المدرسة وما بين العالم الواقعي ولكن شوف استحضرت فاش درتي مقابلة مع رأي الفضاء واستغربت أنا كيف استغربت انت بأنه غيرجع اليابان يقرر الإعدادي خطير خطير جدا أنه يعني لا يرضى شي حد يديرها وقيلة يعني المكانة ديك الأستاذ والذي المعلم في اليابان قررناها مع المكانة ديك هذو كلي كرشوا اليوم الماء في المظاهرات في كل الأسرق لأنه أقول لك أمشي اليابان شنو عندير استد المعلم دي الإعدادي وصنع واحد لكوغ ديالو درس ديالو وصوبه هو لتلمي دي الإعدادي كي يشرح لهم فهذا الفضاء كيف يصدمك فاش كتشوف هذه التجارب السيناجية وكتشوف الواقع المغربي هو يعني الفكرة أكثر من الصدمة ولكن تحاول ما أمكن أنك تدفع في هذه التجاهة على الأقل غير كون أنا عرفت في هذه التجارب دياله درائي للفضاء وحطيتها في يوتيوب فيمكن هذه مساهمة بسيطة ولكن على الأقل يعني نحاولو ما امكان ديرو ما امكان في الايطار ديراد الوضعية اللي كاينة نجيب المختاري ممكن في ما يتعلق بالتعليم اللي بغا تفاصيل اكثر غادي دخل القناة ديلك في يوتيوب وغادي شوف خواطر ديالك قناتلي فيها مئة الف اابوني تقريبا او اكثر بقليل ما شي عيب هالشي كامل يبيتي الفيزيك والطلاصم ورائد الفاضاء والروز في نهاية المطاف مئة الف واحد اللي كتاب عن اجيب المختاري كيف تفاصيل؟ اولا مئة الف راه هو واحد الحاجة اللي راه ماشي راه واعرق الحقيقة منسبة المحتوي اللي كتقدم منسبة المحتوي اللي كتقدم من واحد ناحية وتويلة قناتي مع الدول الأخرى فمثال الى امريكان راه تلقى كيم كارداشيان عنده مليون او لا عنده مئة مليون او عشرات المليون وهذو اللي كيدروا العلوم بحالي كتقاوم ببقوا مليون متلا مليون وعشرات المليون فإلا كان احنا دياولنا كيم كارداشين دياولنا فاضحة مش هات كيم كارداشين دينا تازلت قاع هات كين 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 تنا مية الف راه تقريبا لومي مقابوا في هذا الفكريه انه ان النات راه كيعجبو من البرض وكيعجبو من الـ ممكن انك تسمي محتوى ترفيه في العالم كامل المسيحة في المغرفة. لا أنا سؤولت هذه المسألة لأنهم لك نشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي وصحاب نظرية طلع النفو وتوقفوا عن جعلي الحمقى ما شهير وبرتاجي وارتفعوا فإن القاعة قد ازدحها ولكن من كتشوف قناة بمحتوى علمي يلا قدرة تجمع مئة آلف وحد يعني. لا تكاين وعلى القضية أحد آخرى اللي هي الواتيرة اللي كنحط فيها الفيديوهات. يعني هذا مشكل دي القناة دي آآ وهو مشكلة ما عنديش الليلو حل ده بفاتتها. ليش حيتاش أنا كنحط فيديو كل شهرين ثلاثة بعد مرة آآ تاسة شهور كنقابل ونحط فيديو. وهذا واللي كيعطيك العدد ديال المتابعين. حيتاش هادك الناس اللي عندهم مليون جو مليون متابع راكيحطوه كل سيمانة كل جو سيمانة. يكونوا حاضري. أنا علش ما انقدرش نحط فيديو كل سيمانة ولا شهر حيتاش آآ كندر كل شيء بوحدة ما عنديش فارق ما عنديش تمويل ما عنديش آآ يعني ميمكنش تدر. هاتش يعليش قلتي بأنك آآ يعني الصين في الآخر دي المحتوى ما كتسميه اشتفها كتسميه المحتوى الترفيهي. كتقول بأنه إلي فهمت أنه من حقهم يكون هاد النوع. آآ ولكن في المقابل خاص الدعم ديال أصحاب المحتوى الجدي اللي منهم نجيب مختاره مثلا. تماما يعني الفيسبوك واليوتيوب هي ليست ملكا لأحد ومعنم قوانين ديالهم اللي خص الانسان يتبعها. ما يكونش كي يدر حاجة لي مخالفة للقانون في البلاد ولا المصطرة ديال فيسبوك ويوتيوب. ولكن صافي لما كنتش كتقدر على تهريب المخدرات والأسلحة والالإرهاب. فانت بحالي بحالك فادل بلاتفورم هذي. مدنو هو الفرق بين هذي المحتوى اللي يشد فيديو كي بدا يصور راسو كي يقدر. على حسب الموضوع اللي غايد يكون كي يدر لبزره غادي ياخد ملايين. بينما واحد بس يجي يدر لك يشرح لك التلاصم ولا يشرح لك. على سلقاء على سلقاء الدول الإسلامية ما كتبداش رمضان في نفس النهار. هذا واحدة من المواضيع. ورمضان قريب ده بك سنة. ضروفة بقاطة ينعرفوا التصايمين. هذا مواضوع كيحتاج الواحد للبزر. هذيك الحلقة مثلا دي رمضان راك تحتاج واقس طويل بس قلب وتمشي اللي سورس اللي غيفرانس. وشنو الحل فاد الحالة سي نجيب. الحل خصا نيكو سيستن. واحد. واحد الوسيلة اللي تمويل هذي المحتوى. فقلبت فكرت فاد السؤال مرات ومرات جميع الأبواب طعب في المغرب. مثلا الادسنس دي اليوتيوب أنك العدد المشاهدات والإشهار زايرو. ما كينش. ما كينش. أنا ميذايات القانات شي الف وستمية درهم هك. طبي. حل لها فيزيائيين ودير شي حاجة تسمى. ماشي مشكي. في الدول الأخرى كين دعم ديال الدولة كيدعم وبرامج بحلكة. اللي الناس المتابعين ديالي كلها تنتهى يمكنك تعرفها البرنامس ميتوستيبا سورسي. في القانات الفرنسية. كيحطوا مئة مليون ديال سنتيم للمغرب في الحلقة الوحيدة. دعم ما لهذا البرنامج؟. إنتاج البرنامج. يعني الدولة الفرنسية كتقول إحنا بغينا أن العلوم يكونوا في المجتمع فك نحطوا هذه المقدارات. ميلي كان برنامج شابه بلناي ديالي ستاينز قايز ميتو. خمسميات مليون سنتيم للحطة الوحيدة. في المغرب ما تحلمش بهاتش. في المغرب ما يكي نوال. مع مركز دقتي شباب ديال مثلا الوزارة ديال الوزارة التعليم العالي ديال البحث العلمي ديال المنتظمات ديال ديال. تعرض مشاريع ديالك من هذه النورة؟. اهدرت اهدرت دفاصون انفورميل. مكنش مكنش حاجة اللي. مكنش تجاوب. على كل حالة ديالسي نجيب الله ايه تكون في عوانك والسلام عليك. انتهى واحد من الناس اللي حاضرين في وسائل التواصل الاجتماعي بطريقتك باسلوبك بلغتك. ماشي سهل ديال محتوى علمي في المغرب. ماتشي اه متفقن عليه. ولكن رغم انه كيكون المحتوى العلمي كثيرا السناجين ما كتلقى راسك في استضامة مع ناس. قلنا اللي عندهم المرجعيتهم الاولى هي المرجعيات الدينية كتكون اه كغيمة فيها لمن هنا لمن هنا. هادا مش توجه عمدي ولا فقط لانه اللي هاجز ديالك هو العلوم ماشي انك تدير بوليميك بمواضيع اللي كيكون فيها استضامة بالعلم الدين. اه لا مشي مشي قادرة عمدي انا اللي حطيت يعني خمسين ولا ستين في المية ديال المواضع اللي كنحط. انا كنحط موضوع علمي ها المجتمع العلمي شنو قال ها وما التجارب شنو قالو. اه ها. كتلقى الناس هما اللي كيتجاوبوا بذك شكل هذك اللي كيخلطوا شي معاشي. فيعني اه وخدر كما بغيتي اي صفحة علمية. ديور هاد القضية اللي كنقول لك اللي قلت انت. كين بجميع الصفحات تبسيط العلم اللي كنعرف العالم العربي. نفس النقاش كيكون نفس الاشياء. يعني وخد حتى موضوع كي يهدر على شكل اللورش وبيضاء واللدجاجة. غادي يدخلو لك في جدال بيزنطي من هذا النوع. يعني ما كيكونش اللي جي بدو. كتلقى شين عنده مليون مليون جي مليون مشاهدات ديور الارض مصطحة. بأنه الارض مصطحة. حل الروز. حل تلاصم. بحل لكش. ايشي حاجة اللي المجتمع مهتم بها وكي يهدر عليها. اي را قصتك تهدر عليها في واحد اللحظة. ممكنش تجاهل الموضوع الموضوع اللي المجتمع بغي عنده شغف وبغي يعرف. وكيف كتتعامل مع النوع ديور. نقولوا الجدال اللي كيتخلق بسبب بعض. نشوف بعض الفيديوهات. كما كنا الروز واش. الافكار كتأثر على الروز. صح. فكتلاصم الحرز والحجوبة مباراة بالارض المصطحة الارض الكروية. علش الصين لا تأتي. المصحف والديناصور والمقانة الجداتي. كتبعين راحت الاستفزاز. وخاكك الصين نجيب. لا هادو مواضع اللي. والاستفزاز علمي. لا هادو كتتطرح واحد المواضع اللي هو كين موجود في المجتمع. القديل للروز مثلا. أنا كيلا عدرت على الروز. قلت له كان بغيك كان بغيك كان بغيك يقول لي روز زوين عند واحد. إلا قلت له كان كرهاك كان كرهاك يقول لي كيخ ناز. فهذا موضوع كان دار بوم. الروز حساسي. فالفكرة هي معالجة مواضيع اللي المجتمع كهتم بها. من ناحية العلم الدين مثلا. هنا في البلاسة فين كان صورونا إلا خرجت من الباتي مواضع في واحد المستشفى كين هنا. أعرف اسميته؟ ابن روشد. ابن روشد. ابن روشد. تماما. ابن روشد تباه الكتاب اسميته فصل المقال. فيما بين الحكمتي والشريعتي من اتصال. الحكمة هي الفيلوسوفي. هي اللي ولت من بعد تفرعات وخرج من ما كنا نسميه اليوم ابن روشد. ولكن الاتس دياله الفكري مكينش. فكتلقى الناس معنوم بهذا الفصل اللي يهدر على ابن روشد. اللي على الأقل يبدأ الفكرة دياله. واللي هو اليوم هو أساس ديال المجتمع العلمي. وأنك تفصل تماما ما بين المعتقدات اللي هي شخصية ديالك ما هو داتي. وبين العلوم الطبيعة ولا السيانس اللي هي أمور موضوعية. هي أمور نفسها سواء ان كنت مسلم ولا بودي ولا مسيحي ولا هندوسي. شكل الأرض ولا تجاوب الروز مع الكلام ولا دوران القمر الأرض هي نفسها بالنسبة لجميع الناس اللي عندهم جميع المعتقدات. فالناس عندنا في المجتمع ما زال ما أبسع بوش هذه الفكرة. هذه أنه العلم الطبيعة هو علم موضوعي. وغيك يكون سهل السي نجيب أنك تفاعل في هذا النوع من المواضيع مع مجتمع يمكن حكمها. نظرية الدينية بشكل أكبر. سهلة. أولا كتجي دي من ديك تهمة الزندقة. القفر. الإلحاد. ألا رهد شيكين في القرآن. وتبغيت وثبيت عكس ما ورد في القرآن. وكانت طرحت لك فيما يتعلق بالجهاز العلمي. القرآن طرحت أمور كثيرا اللي تصطاديم مع أصحاب النظرية الدينية كيفية إلى جهاز تسميه واحدة. نظر أن هذا كان ثلاثة دي المواضع كبيرة اللي كي يقرأ في هذا الاستيضام. الموضع الأول هو اللي قلتي الإعجاز العلمي اللي هو نوع دي. نحتل للعلماء الغرب الكافر اللي نسميه. كالقول الاختراع كالجينتا كالجينتا كالعراها كان عندنا عن طريق تعويز ولا تليل أعناق دي النصوص. اللي هو أمر كيختلفوا مع تل علماء الدين دي المسلمين. غلبي دي المتقريبا كيختلفوا مع طب حوشادي. يعني كان هذا الاحتكاك هذا دي. واحدة نوع دي الغرور الفكري دي. أنك كتجي وكتقول هذا شيء كان عندي في الكتاب دي. يعني الكتاب دي هو حق موضوعي. يعني كتقول أن القرآن هو حقيقة مطلقة. وبالتالي. يعني براءة الاختراع كانت في القرآن. ما نحتاجوا شيء نسجلوها في شيء منظمة دولية. كانت نسميه نوع دي الغرور الفكري. لأنك بحليك تعتبر دي المسيحي رغم كل لحي. حيث ما ما ظهر له الحق وهو مكتوب في القرآن. هو لم يتبع. بينما الأديان هي أمور حميمية شخصية دي كل واحد كي يعتقد بوحل عجلي. بحل الأراء ديالك الداتية في الفن مثلا أو في أمور أخرى. يعني ممكن شنا هون نرجعها قاعدة علمية ونبنيوا عليها. إلا بغيتي تدخل كتاب النص الديني في هذه المعمعة فأنت بالنسبة لي توسيو إليك. تدخل في واحدة المعمعة كبيرة. وهي اللي كتقدين لهذه الأرض المسطحة وهذه السطين لا تأتي. هذو الناس اللي يشدوا الآية القرآنية ودخلوها في معمعات العلم. بما أن الآية كتقول الشمس وتجليل المستقرن لها. فالأرض ثابتة والشمس ياللي كتدر عليها. يعني كتستعمل آية دينية اللي هي من واحدة المجال ديال الصلاة والدعاء والحاميمية. وكتمشي كتقشيها في الفيزياء والجيولوجيا. يعني انت نعوان ما كتسيئ لهاديك النص. كتدخلوا لواحد الحقل اللي هو الحقل ديال العلم ما فهش آراء. فآرنا. لقيت الدليل على أن السمس تجريب بين المستدوجين بحليك يبغيوه ما يقولو. هراء غدا ناخده ما لقيته. صار هالدعاء ديالك باطل لا أساس له. هاد النوع ديال المرافعات العلمية ديال نجيب مختاري اللي يبتون عبره قناة دياله أو حتى عبره فيسبوك. جبدت عليك صداع كثير من شيء مع المغربات مع بعض بعض المشارقة. خلتي في سراعات هنزح التعبير ولا في جدال مع زغلو النجار مع أمرو خاليد مع كيف المغرب تاني مع الدكتور الفايدي لما خنتنيش الذكيرة. وكتجي التهمة كيف ما قلت لك ديالزندقة والكفر ونشر الإحاد. والجميل في اللي يجيب ان هؤلاء يحاولوا ان يدافع على سلامة يقولوا كل واحد يعود على رأسه. يعود على رأسه بالأحرى. يعني عندك نظرية علمية عندك مرافاة علمية. ما كيستدرجوكش. انك تبقى 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 رأى رأسك. وش انتكده او لانتكده. لا احنا كنا نظر في حل الموضوع اللي هو بحل يقول موضوعي يعني ما معنى موضوعي هو أن مهما كان قائل ديكل الكلام. الكلم يمكن لك تمشي وتبتوه. نعطيك مثال مثلا بنيش بتزغلو النجار جاء سيدي المغرب دار المحاضرات دياله وقلت غادة يمشي نشوف المحتوى ديالي تستيد هذا الأخ الفاضل المحترم. يعني طبعا لكي انتشي مشكل مع الشخص. نشوف المحتوى دياله وشنو كيقور. كيت السيد كان كليكي. كالقاق الكاسيدي اعجاز 11 كوكبا في مجموعة الشمسية. شنو هو الاعجاز وأنه قال لك الصورة الآية في الصورة ديال يوسف فيها أن الحلم ديال سيدنا يوسف أنه شاف 11 كوكبا والشمسة والقمراء رأيته من يسجين. قال لك فهذا يتبتو. هذا كان سبقا للقرآن لأن لقد اكتشفوا أن عدد كواكب المجموعة الشمسية هو 11 كوكب. أتشوف الفين وربعة. الفين وخمسة اكتشفوا الكوكب رقم 12. عشرات ديال ما يمكن تسميته بالكواكب أو الكواكب القزمة في المجموعة الشمسية حتى بتعريف ديال. فشنو هنديرو دا باستي زالو نجر. فا را قلنا لك في الفين وربعة قلنا لك يا الله هديك. خلي الدين رؤية اللي شافها سيدنا يوسف الحلمة ديال لك عند واحدة رمزية اللي هي خصصية متى ستون متى فوق. وتمشي تخصصية متى ستون متى فوق. تخلط هاليد. خلطكو عم أبو عوف هالك أقول هالك. ما يمكنش. ما يمكنش تخلط واحد حاجة اللي هي عنده واحد لمعنى. اللي هو جف واحد سياق معين قصة ديال سيدنا يوسف. كي على الإخوة ديال سيدنا يوسف لو كان سيدنا يوسف عنده السبعة ديال الإخوة. رأيته سبعة كواكب. وكتجنته وكتخلطها. فأنت تسيئل هذه النصة. لماذا تسيئل؟ لأنها انت شتيال نتيجة. باش كتشفوا الكوكب 13 14 15. نحن ندروا سيدها لنجى. والجواب اللي كي يكون نجيب المختاريه هو أنك انت زينديق كيف كيسميه البعض. هده هو المشكي التكفير للعلم يعني. يعني بحل نوعا ما بلا مبالغة القرون الوسطى للأوروبا باش كانوا كيشدو شي. قالي ليه مثلا ما شقلو من قالوا يا أيها الكافر نحن عندنا الكتاب المقدس يقولوا أن الأرض هي مركز الكون وانتك تقول أنها تدور على الشمس فيا أيها الزنديقة ترجع عن قولك فسجنه هو لمدة سنوات مع ذلك فهي تدور نجيب المختاري بصدق ما كيدرش ودى الرقابة الذاتية على نفسه وهو كيتكلم في مواضيع وكيقول أو دي ما نقرر شرعتي فتكلمت على طلاص مثلا أو لطلامس يعني بزاف استحضروا الرقية الشرعية أو لقبل من أن الروز مثلا أنت بنفسك تكلمت على هذا تشبيه ولا هذا العلاقة ما كتلاحظش لأنه ربما كتتراقب نفسك كتقول نضربه نقيس لأن المجتمع يمكن غير جاهز معرفيا أو ثقافيا أنه يستوعب النوع للنقاشات أو الأفكار اللي كانت رحها هي نفسها يعني ما كانش ما نقصت شي حاجة من هذا الطرح اللي قلت لك أنه يجب بصل أن العلوم هي حاجة موضوعية جريبية والدينية ومرحمية هذا الرأي ديالي كاملا مكمولا ما فيه تشي ما أعرف شنو الكلمة اللي استعملتي الرقابة الذاتية لا هاد الموضوع هاد الموضوع هادا هاد الموضوع هادا قلتو طرحتو وكندافع اليه الى 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 الاخرى يعني ما كانش حاجة اللي لما قلت هاش فاللو سيجي طيب نجيب مختاري فين اشنو يدير اشنو يدير من بعد اه اه انا في المغرب مرحبا بك في بلادك ولكن شنقول له هاد دولة ما ما كتسوقش لأطور بحالك او لا نقوله ناجيب ما رادش يخدم مع بلاده اشنو هادا لا بلاكس بلاكس فى هذا المجال هادا ديال الى التبسط للعلوم ولا العلوم في المغرب عندي واحد المشروع اللي هو التكميل هاد لاشنها هادي عنده جوجط الالطرق باش تتتعاري إما تتتعاري إلى وثائقيات على مثلا تلفازها ولا يعني وثائقات اللي عنده وحد الميزانية اللي غات مشيتتحط باش نوصله للعلوم للشرائح الواسعة من المجتمع اهام فهذا المشروع انا كايين وعندي قاع أفكار مرتبة وهذا ولكن ما كانش بتمويل جدي لكي تصور مثلاً تهضرها الاكتشافات للإنسان جبل إيغود التي تكتشف في المغرية يعني كان كنوز علمية في المغرية بلخص الإنسان الذي يعرف بها دايناصورات كل مرة يقول لكي تكتشفنا دايناصور في بلاسة بلاسة هذي بلاسة هذي فهذا فكرة المشروع هذا لحد الآن محطوط على الطاولة هضرت مع الناس ولكن لم يكن لحد الآن مشروع يعني مشروع ديال تمويل الشق الثاني اللي مكني مشيره هذا المشروع هو أقرب من التعليم وهناك الواحد المشروع اللي فعلاً دابا قرب يوصل للماتيو غيتي يمكن غديت لنصف شهر شتنبير في الدخول المدرسي القادم وهو هذي كان الهدر اللي بدينا في اللول ديال الحلقة ديال الحفظ للتجارب العلمية غدينشدو تجارب العلمية غمدوب بالكوليج جميع التجارب العلمية اللي كانوا في المقرر وغدينصورها ونشرحوها بلغة نفهمها ونحطوها في اليوتيوب بابور الجميع مع هذا المشروع مع ما رغي يكون المشروع ألو كنا نفتشعلها مجموعة من مصادر ديال التمويل باش يدعموا هذا المشروع هذا لحد الآن راضي مع الأسف أنا حزين أنا ما فعل حزين مغال لا لا يعني كاين واحد لابيست تقريباً ملت سالي اللي هي الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي باش يمويل المشروع في المغرب يعني ونحن نعدي للغصة أنك سترى التلاميين ديال الكوليج ديالنا يتفرجوا في فيديو ديال التعليم وفي الأخير كاين اللوغو ديال اليوني أوروبي وعليش في نظرك وعليش في نظرك ما كيش هده الاتيمة وعليش عندنا وزارة ديال البحث العلمي وعدنا وزارات كبيرة طويرة وطنية وتعليم العالي وعدنا مرات ديال البحث على الأقل ديال المحتوى غادي تلاح غيوش نجيب اللي عنده الأنافة زي دا ما كيش تلبيباً بزاف؟ لا أقدرت على هذا المشروع معنات في المغرب ما كانش يعني ما كانش تجاوب هاو المشروع والمشروع كانتش تلحوه فالأخر ما كانش أجي تفضل نديرو هذا ما كانش حاجة كونكت بينما الأخرين آه جيهات متلنا تيحة الأوروبي كانت مصابقة وفيت كي ديروح المصابقة ديالكي بغويدة من محتويات في الوطن العربي مشيت تحت الموضوع قلّ يمكنت كراسيت اللوغو في ذيك المصابق يعني كان من أفضل المشاريع اللي عجباتهم ومع ذلك يحبون التمويل تيحد الأوروبي كين المتابعين ديال البرنامج على الفيسبوك في مجموعة من تساؤلات وطبعاً استضافة ديالك خلقات الكثير من الجديد كانو كيت سنوني نسوك شي حويج ولكن مو يهم خوف لك على كل حال اسمعوا بعض الأسئلة سي نجيب ايه ايب للاسنة كتقول لنا أو كتقول لك سي نجيب هذا واختكلمنا فيه وكما فيها بس علش اختارتي الدريجة في الفيديوهات ديالك رغم أنه كان ممكن تكون بالعربية وبهذه الطريقة تكون فيديوهاتك تشاهد في دول عربية كثيرة وتكون النساب المشاهدة عالية هو اللي كنا احضرنا يعني قسنا شوي هذا السؤال هذا في الأول هي الفكرة ديال أنك كتقيس الإنسان في العمق دياله يعني نفس اللغة اللي تعلمت بها البيسيكليت والتحراميات شكراً غادي نعلمو بها نحن هذا بقاوس قوزح من اللي جاي علش كيتطوع علش كيناد الألوان العجيبة اللي كتباً فسنة ما بشكرتها فهذه الفكرة الاختيار الدريجة كنت من هذا المنطلق علش ماشي اللغة الفصحة يعني هو واحد السؤال ديال وش بغيتي تصيب عدد كبير من الناس ولكي بشكل صحي ولا بغتي تصيب عدد أقل من الناس ولكي بشكل أعمق فأنا اخترت ثانية أنه عدد أقل بشكل أعمق بشكل أعمق سؤال آخر علش ما خدمتيش في النازة بحال كامل وضغيري علماً أنكم متخصصين في نفس المجال لا ما تخصصش النازة بعد أول حال النازة هو أيقونة من أيقونات الفضاء ولكن مش هي الشركة الوحيدة اللي كي نفعل يعني صناعة الفضاء فيها شركات عديدة ومؤسسات عديدة أنا درست الاتصالات وأنظمات المعلومات كان يمكنين مشي ندير الفضاء ولكن ما ندير يعني مشيت في واحدة تخصص آخر سؤال آخر لماذا حذرتني بمجرد سؤال للأسر محسي محمد لماذا حذرتني بمجرد أنك سخرت من الدين ونبهتك بشكل موضوعي وراقي ومحترم وقلت لك خليك في الوجه اللي كنعرف عليك وخا نختلفه ما خاصناش شي تنزع له شي خصوصا أنك تقدم محتوى راقي خليك صباغتك ولكن ما تقبلتيهاش مع أنني كنت كنحتار عن المحتوى اللي كتقدمه وباقي كنحتارمه كن عندك المشكل مع الناس السناجي كنظن هو بغي يقصد حذرتك ولا مش حذرتك بضاء أو لا بضاء أو أكسب بذل أو أكسب بذل كنقصد الحذر مزيان أكسب مش نسميه دياله ونشوف أنا غالبا إلا كان شي حذر بصفحة ديالي كان صفت رسالة إن بوكس كان صفت له رسالة على الخاص أن يقولوا هالسبب هالأدر اللي قلتي اللي تخل في قواعد الصفحة اللي هي السبام وتكفير مثلا يعني شغد يسوهون أنا ولاش واحدة أخر من الصفحة وللتعديد أو لا طلب منو أنا ويمشي للإن بوكس ديالو غدي يلقاء واحدة رسالة سيفت طارق يقصد فيها السباب ما شرح ماشر ماشر هذي طريقة زوية ولكن كذلك الناس اللي كتابوا سفحادي يبانلوه أنا كنجاوب يعني معظم الناس في الكومنترات وهذي يشوفوا النقاشات اللي كيكون اللي كتكون ماشي الحضر من الأول ماشي من أول نظرة الحضر من أول نظرة وحمد كيقول ملك مع طريق سويدان نهار قرب للفرنسية مضيعة للوقت وليست لغة أو ليست لغة علم هذا سؤال كي قديم يعني نحاول نتذكر المنشور اللي درت على طريق سويدان كنظن كنف هذي الأوبتيك أو هذي الفكرة دي الأدلاجة كنظن كن أدلاجة اللغة ومثلا يقول لك لا ما تقرأه قال لك المغاربة مساكن المغاربة مساكن عنده معادش دي الفرنسية رخصوم المغاربة خاصوم يقضيوا على الفرنسية وديروا الإنجليزية مثلا أنا متتفق ولكي بشكل جزئي أنا كنرجع وثاني الفكرة دي البراجماتية يعني نشوفوا شنو اللي صالح للشباب دياني هذي الشباب اللي عندك هنا مثلا أنا والشباب اللي كين في المغارب المارشيات اللي كينين ولا السوق ديال العمل اللي كان كيتطل بالفرنسية فبنسبة لي غاتمشي تقرأ بالفرنسية مشي مشكل علما أنني أنا من أكثر أكبر المدافعين على اللغة الإنجليزية الناخصة تطلع يعني يكون إلا كان مثلا عشرة اتناس في المئة في المغاربة كيقرأوا كيفهموا كيف تطلعوا بالإنجليزيان ما كراتش يوصلني عشرين حمسة وعشرين في المئة أو أكثر الجواب واضح سؤال آخر سيونس كيقول مالك مع روز وعليش كتدير تجارب شبه علمية غير باش توصل للنتيجة اللي بغي تقول من الأول باش نعطي السياق للمستمعين والمشاهدين هات فكرة الروزية التي كنا نعطينا عليها هي تقول لها أحبك للروزك والذي زوين وكتقول لها أكرهك للروزك والذي خيب وليت جاهلتي وليت جاهلتي كي يولي خيب بزهد أكثر خيوبية فأنا درت ديموست خاصة ولينا أريد نسميها في الحلقة يعني قلت أغير جينش تدو ستاديا للكيسان وهذا نقوله أحبك الأول وأكرهك الأثاني والثالث عن جهاز حقها في الأول كان الحلقة كان واحد فانتا في الأول كان يبدو بثلاثة الكيسان حبك تزيد الكيسان لا في الأول أكتشف هذا اللي يتفرج أن أورا كان عندي ستاة مخبعين في البلايكار عندما ترى هذه الستاة يبني لك العشوائية لها الظاهرة يبني لك أن شيء يخناج شيء ما يخناج فالفتريات اللي كانت في الهواء شيء يتح شيء يفقص فالروز فبشكل عشوائي تماما ولا من سبويل الحلقة ولكن ستكتشف أن في الحقيقة الكيس اللي قلت له كان حبك في الحلقة ديالي هو اللي طلع هو اللي تعرف هذه الحقيقة علمية بمعنى إذا قلت أحبك تقدر تخماش ديك الحاجة ما تقوله أحبك فهذه ماشي تجربة علمية والمعايير ديال البحث العلمي لأن البحث العلمي مستغدر مثلا مياه ديال الكيسان ولكن كتبقى واحد نوع ديالك نصلك طريقة التفكير ولا كيفاش تأبغضي نجيب الحرز فعلا هذيك من أفضل يعني من الحلقة اللي اللي عجبتني أكثر في الأشيان ديالي كاملة أنني صوبة فيها بزا ديال ستوري تايلينج يعني كتروي وحل القصة ديال في الأول كانت شد في حلقة كانت ترعد من الحرز واش غادي نتعوق او لا اللي معوقيتش اللي عبت بالحرز والفكرة من بعد هي أنه تماما نفس عبتني نفس الفكرة هي مقاربة العلمية للأشياء فحنا غادي نشدو دياليك الحرز وغادي ندرسه علميا شنا مكتوبة وهنا فين ممكن هناك قوسي ناس خلين اللي يقول لك أو ديك التعنف في إزاف ديال الأمور ليس سلة مع الناس هو التعنف الحروزة بالعكس كنظن هدا شكون هنالك يقول لك الخرافة بتتعنش في الخرافة رأي كل شيء يقول لك الخرافة مش كل شيء يعتبر خرافة ليسوء الحظة كليك يعتبر عندها أساس ديني أساس ديني ديال الجداول للحروزة ما عرفتش وش فين كيناتش هذا ما كيناتش يوعدين على كل شيء كيناتش وسؤال آخر اللي ما كيعجبنيش في ناجيب مسألة تسفيه المخالفين ونعتهم ببعض الأوصاف الدنيا يعني يكفي أنك تفكر خارج إطار الحدود المرسومة من طرف الناسة كيحطك الأخ ناجيب في واحد الفئة معينة وهذا لا يمنع الاعتراف بذكائه وبما يقدمه في سبيل ترسيط العلوم والقيام بالتجاري ويجب عليها بزاد أول حاجة بعدها كانت نون الاختيارات ديالك ديال الكمونتيرات كاننن والله أعلى كنتمشين للأخي بما كيناتش ومنيوميك ديال الروز ديال يكا كديل للنحيز والروز ديال النحيز واخا قالوا هاتسي دملي قليك خرافة النازا هادو الكميونوتي ديال غالباً غالباً الارض المستحى اللي كيقول لك وصلوا أنه قليك سدي السما ما كيناش قليك تشتوات الضروقية وليس الشخص وليس الشخص وليس الشخص والناس وليس الشخص هادو الناس هادو ديال المستحى وأن المحيط البحر المحيط في السماء وذلك شيك عندهم مشكلة مع النازا حيث يقول لك أيقونة ومن اللي يديرون الإشهار للصورة ديال استكشاف الفضاء بينما في الحقيقة هذا كذلك نقص من نادي السيد المحترم الفاضل اللي يسئل هذا السؤال هو أن في الحقيقة النظرة هي فقط مؤسسة وحدة من بين وفعرام ديال المؤسسة ليزا ديال الأوروبيين كان اليابينين الصينيين الهنود هادو كاملين عندهم برامج فضاء واضح الجواب سؤال آخر موقفك من الدارجة المغربية وكنت هادرت عليها ولكن ماشي بزن زيننا شي شوية ماشي بعش من اللي هادر على الدارجة الفيديوهات وفي التدوينات ديالك الدارجة هي اللغة اللي كتسرب هالأشياء بدون بحل اللي كتسمينتها في الباقة فصلتها بدون لغة خشب اليوم مع الأسف الأستاذ في المدراسة كيدخول كي بداي يحطن في صبوراتك الجمل للفصيحة اللي مزيانة سيدي يعني من ناحية الفصاحة للأدب واللغة هي رائعة ولكن يا أخي أنا كنقرأ الفيزيك بغين نتفهم هذه الجرانة شكي ترالها باش كتقطعها ليس هناك أي مشكل بتدريس هذا الأمر باللغة الفصحة ولكن باش كنقول لها لك هكا بدالجة وكنتشرق هذه الجرانة ونفرتكها كتفهم كيدخول بشكل سيدي غا يقول لك أنت مع نور الدين عيوش عود ثانية ولك الدفع لا نور الدين عيوش مثلا عنده واحد كان أنتقد فيه لطريقة طرحه للفكرة دياله يقدر لكون الفكرة دياله عنده دي ماريت حالي كيقوله حال مثلا كان كندر مؤخرا واحد تصريحات هدر فيهم عن النتائج دي المؤسسة دياله هذا أمر كي همني أنا غا تجيب لي مثلا مؤسسة عدرت فيها الدارجة وقررت في التناوات كده إليك هذا بالدارجة وخرجوا لك النتائج اللي كتجيب تلميذ مثلا ديال السادس من المؤسسة ديالعيوش وتقارنوا مع تلميذ السادس ديال واحد قرب العرب وصحة والاخر بالفرنسية هذا شيء حاجة اللي بغين تشوفها ولكنك مش كتخروج غير هل قلت القبيل الأدلاجة كي يقول لك سعني قاش في الإديولوجيا لا دارجة مزيانة بشكل ضغمائي وخد جيب لي أي بروف مثلا أن الفصحة أحسن بالدارجة هي يقول لك لا الدارجة أحسن هذا هو اللي بغين نحيده منه واضح سؤالي للمهندس نجيب هو وش العرضات عليك مجموعة جي بلوس تخدم معهم بمحتوى علمي وش غادي قبل يخدم معهم أو عنده تحفظ جي بلوس كان دونك يهدر على وحد البرنامج اللي زوين بزاف وكان عرف صديق مول البرنامج اللي هو اسميته أحمد الغندور البرنامج اسميته الدحيح برنامج الرائع وأنصح جميع المستمعين ديلك ومشاهدين أنه من تابعه هو واحد شاب مصري كي تدير محتوى تبسيط العلوم بشكل ترفيه كان بدأ في القناة دياله في يوتيوب حاليا كافة قناة دياله ومن بعد قناة أجي بلوس اللي هي الجزيرة بلوس اللي هي تابعة القناة الجزيرة القطرية مولوا المشروع فصوبوا له هناك فيها تلتاشة ديال الناس الكتاب يعني تأثل حلقات جديدة دياله ما هو اللي كتبها هنا الناس كي يكتبوا له المحتويات وبالتالي استطاع أنه يخرج حلقة في السمانة ونرى جوش ديال الحلقات في السمانة دابا فالسيد كي سولني وشه لأجي بلوس تاوى كنون الله حاليا هو قطر يعني ما بغيش نستهم في شي حاجة ما بغيش نستعمل في شي حاجة ما بغيش أنا تقاطر علش كيديروا هاد البرنامج هذا باش يكون عندهم ام بي اي يوصلوا لواحد الجمهور باش مبعد فهذيك نفس القناة اللي فيها اجي بلوس كان قنوات أخرى اللي عندها موادع سياسية اللي بغت تقاطر توصلها فهذيك لا انت ضد هاد التوجه سؤال أخير نجيب المختاري كنعتبره عالم فيه مواصفات العلماء في مجل تخصوصه وكينشار العلم والمعرفة العلمية كي ساهم في محاربة موحن الكلمة ماختنش نقولوها شي حاجة ما هيش ولكن المعنى واضح ولكن مره مره كينشار شي مواضع فيها رأيه من شي حويج عندها مرجعية ثقافية او دينية وهنا فين كي يخسرها حيث كي يصنع مجموعة من الأعداء اللي ممكن يكرهوه وما يبقىوش يتفعلوه بإيجابية مع المعرفة العلمية بسبب الموقف اللي كيكونوه عليه وبالتالي كيخسر قاعدة الشعبية من الناس اللي محتاجينو اه الاشتي صفحة ديال فيسبوك غالبا كيدرع الصفحة ديال فيسبوك حيثش الموضع ديال اليوتيوب هي يعني عندو واحد طابع علمي مضبوط يعني ما كنكوش فيها آراء موضع علمية صفحة ديال فيسبوك الاشتي تشوف المنشورات تلقات قريبا سبعين في المئة ديال الموضع هي علمية يعني اللي نقدر نجيب عليها آراء علمية واحد ثلاثين في المئة اللي هي آراء في المستجدات ظهرت شي حاجة في المجتمع كنهضر عليها فما كننش يعني غادي نفقد بزاف ديال الناس كي يجيوا عندي بالعكس يقول لي راك انت أفكار ديالي على مثلا طريقة ديالي اللي هدرنا ديال الإعجاز والدية التقاطعات بين الدين والعلم بالعكس يقول لي راك نورتنا أو طرحت علينا وحد منظور اللي هو ما كانش عندي ثلاثة ديال الأسماء السينجي المختارة غا تكلم معها أو عليها نقول دكتور محمد الفايدة شو قول ليه أو عليه؟ السي الفايد ديال قضية ديال السكر مريض السكري أنه يصم وخاء في السكر هي قضية اللي أطارت جدل كبير عن الأطباء وكانت من أنك تسباب واحد شكل وواضح الجميع فيما عدا ذلك نسمع التغذية والأمور ديال أننا نقصم السكر ففعلا في حالي كتقر سنقصم السكر نقصم السكر ومن طلعوش سكر العباد الله الدعية عمرو خاليدة تقول لي أو عليه؟ الدعوة للدين هي أمر اللي هو جيد للمجتمع أن الناس يكون عندهم دعاة اللي غادي يهديهم للطريق الصحيح والروحي ولكن الإعجاز العلمي هو يعني مع الأسف أمر اللي هو يدمر العقل الإنسان في المنطقة ديالنا فأطلب منك أن تنقص شيئاً شوية من الإعجاز العلمي وزير التربية الوطنية سعيد همزازي أشتغل لي الفهم وليس الحفظ يا سيدي الوزير أنه يجب إحداث تغيير جدري في المنظومات عن طريق هذه القضية عن طريق إحداث قطيعة مع منظومات الحفظ بدل للفهم وكذلك واحدة النقطة الثانية هي تمكين المعلم وعطاه واحد القوة أن المعلم يكون هو المركز ديال عملية التعليم ويكون عنده دورات وتكوين ويكون هذه المهنة ديال التعليم تستقطب أفضل المواهب اللي كانت في البلد ديالنا الحبيب مروان محرزي الصديق دياله مروان سيدي سفرك الله عليك وواصل من نمديج نيرته نعم تلاقيته بججر مشكلة هل لديك أقوال أخرى نجيب المختاري شي حاجة نسيناها شي حاجة نضيفها أسيدي شكرا لك على الاستدافة وتحية لجميع المتابعين والمشاهدين ديالك فرصة أخرى إن شاء الله تكون متهمة المرة لها قدر الله متنسك جميع تسريحات كسي نجيبياك لا تراجع لا تعديل أكيد وحريرا في الدار البيضاء يوم 12 أبريل 2019 توقيع نجيب المختاري نغلق المحضر للحكم كما العادة المستمعين والمستمتعين والمشاهدين شكرا نجيب المختاري مرة أخرى شكرا مجدوني علامة إدريسي في الإخراج عبد الحق رازق في إخراج الصورة هذه الحلقة هشام بوزروال صفاسي راجدين في التصوير للتذكير في قفص التيام بدون لغة خشب حذروا التقليد ضيف الليجة بسم الله ورفعت الجزء موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر